تجارب العلوم الماتعة الشمعة المتأرجحة ماذا نحتاج؟ شمعة كأسان زجاجيان إبرة خياطة واللاعة الخطوات واحد نحضر شمعة ونمزق جزءا من قاعدتها ونستخرج جزءا من الفتيل اثنان ندخل إبرة الخياطة في منتصف الشمعة ثلاثة نعلق الإبرة الموجودة بالشمعة على طرف الكأسين أربعة نشعل الفتيل من الطرفين ماذا حدث؟ تتأرجح الشمعة صعوداً ونزولاً مثل الأرجوحة الفكرة العلمية عند انصهار أحد أطراف الشمعة سيقل وزنه فيؤدي إلى ارتفاع الذراع إلى الأعلى وينخفض الذراع الثاني إلى الأسفل ثم يبدأ الذراع الثاني بالانصهار ويقل وزنه فيعود يرتفع إلى الأعلى وهكذا فنزول شمع من أحد الأطراف إلى أسفل يولد رد فعل ارتفاع ذلك الطرف الأعلى تطبيقات الرافعات البسيطة فكر ثم طبق ماذا يحصل لو غيرنا مكان الإبرة الخياطة؟ جرب ذلك هل يمكن أن تفسر تغير سرعة حركة الشمعة مع تناقص طول الشمعة؟